في سياق متصل أكد قائد القوات البرية في التحالف الدولي إصابة عدد من الجنود العراقيين بهجوم كيميائي شنه تنظيم داعش السبت الماضي نافيا وقوع قتلى في الهجوم الجنرال جوزيف مارتن قال إن داعش أطلق عنصرا كيميائيا ضعيفا على قوة عراقية في أثناء عملها مع مستشارين عسكريين أمريكيين وأستراليين غرب الموصل مشيرا إلى إصعاف المصابين على الفور وأضاف مارتن أن التحالف الدولي يحلل المادة الكيميائية المستخدمة في الهجوم وهو بانتظار النتائج للتحقق من نوع المادة